أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل لي أخ تارك للصلاة ويستخدم المخدرات وقد نصحته مرات عديدة ولم يستجب فهجرته فهل هجره في هذه الحالة صحيح؟ وقد تقدم أبي معه لزوجه وقد بيّنت له حالة ونصحته بأن لا يذهب معه فرفض فهل فعل أبي هذا جائز؟ وهل أكون بهذا قد برئت ذمتي؟ هجر العاصي فيه ترسيل إذا كان في هجره ردع له لعله يرجع يتوب هذا مطلوب يهجأ قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا خمسين يوما حتى تاب الله عليهم أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا إنه لا يجر بل يناصح ويستمر في مناصحته ويزوج لعل الله يحصنه ويمنع أمنا فالتزويد سبب بإذن الله سبب لمطايته وهدايته بإذن الله فلا تمنعه أنه زوجه أو أنه يذهب معه ويناصحه ويحافظ عليه اشتركوا في القناة